المرأة البحرينية وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهتماما بالغا بفئة ذوي الإعاقة مشيدا بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ودعمه المتواصل لتعزيز دور المرأة البحرينية في جميع المجالات وأشهد وزير التنمية الاجتماعية بمسيرة المركز البحريني للحراك الدولية التي تسخر بالإنجازات التي حققها عبر تنفيذه للبرامج والفعاليات الموجهة لذوي الإعاقة معربا عن تقديره لكل امرأة من ذوات الإعاقة التي أثبتنا بجهودهن وإرادتهن أن التحديات ليست إلا فرصا للتمييز والنجاح مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة مهمة لتصريض الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة من هذه الفئة المجتمعية في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر